هاي اللجنة اش سوت دققت بالملفات قامت تدي الصحة الصدور بالملفات الملفات موجودة بين مؤسسة الشهداء بالأنبار وبين هيئة التقاعد في الأنبار اجوا سحبوا بعض الملفات دققوا في عشرين ألف معاملة المرحلة الأودة دققوا عشر تالاف ووجدوا منها خمس تالاف معاملة مزورة وهم تم ايقاف اندل الخمس تالاف اجل تم ايقاف في زمن حكومة سابقة استمر عمل اللجنة قبل تقريبا شهرا رفعوا تقرير إلى مكتب رئيس وزراء ووقفوا ستالاف اخرى ستالاف معاملة فصار مجموع الملفات المتوقفة بلجنة قيادة عمليات الأنبار ما يقارب 11 ألف دولا غير مستحقين غير مستحقين تزوير حسا ممكن بعض الأسماء يعني ممكن أنه يعني تطلع بها تشابه أسماء مثلا قد يصير هاي بنسبة يعني واحد بالمئة تشابه أسماء سهوان أو مثلا أمور أخرى ممكن يصير بس الغالبية أنه تزوير وليقين أيضا بهم مشمولين بقانون مكافحة الإرهاب يعني إرهابيين مسجلين بالوزارات الأمنية أنه ذول عليهم ملفات إرهاب وأيضا لقين بعضهم استلموا الرواتب ووقفناها ساروا شهداء لا مصابين أكثر شيء أكثر شيء مصابين بس أكو بيهم شهداء ذني أيضا ووقفناها إيش قد العدد؟ 11 ألف ذول الإرهابيين لا المزورين في مجموع لا نقصد أن هم إرهابيين الإرهابيين أكثر من 500 ملف اكتشفنا بالأنبار فقط نعم في الأنبار ووقفناهم بصراحة الملف آخر إحنا طبعا هذا ملف جديد ما عرضته باللقاء السابق اللجنة الفرعية بالأنبار هي اللي صادق على ملفات الشهداء والمصابين إحنا عدنا أيضا هنا صار فريق مشترك بين مؤسسة الشهداء وبين هيئة التقاعد الوطنية الفريق المشترك هذا يدقق البيانات ويقاطح البيانات نجيبها من هيئة التقاعد الوطنية باحتبار ذول يستلمون رواتب ويتم تدقيق البيانات مع المواقف الأمنية اللي تجينا من وزارة الداخلية من وزارة الدفاع من الأمن الوطني من المخابرات أيضا صح الصدور مثلا مزارة الصحة فيما يتعلق بالتقرير الطبي فيدقون الملفات هاي أيضا قاعد تكشف بعض الملفات المزورة احنا خاطبنا اللجنة الفرعية في الأنبار التي تصادق على الملفات قاعدة البيانات موجودة دزينا لهم مجموعة أسماء دزينا تقريبا أكثر من ستة آلاف اسم سألناهم أن هاي الملفات أو القرارات صادرة من لجنتكم فهل هي صحيحة؟ نجري أن نتأكد حتى إذا صحيحة نقول هاي صحيحة بعد نروح ندق غيرها وإذا عليها شبهات حتى بعد يصير بها إجراء تدقيقي دزينا ستة آلاف اسم إجان الموقف على شكل تقريبا سبع وجبات أو ثمان وجبات إجان ما يقارب خمسة آلاف معاملة مزورة هاي بالجديد بالجديد مزورة يعني ما صادرة من اللجنة الفرعية ما صادرة من اللجنة الفرعية يعني مثلا دز قائمة بسبعمائة اسم سبعمائة اسم نقولهم يا لجنة فرعية في الأنبار هاي الأسماء صادرة من لجنتكم يعني من لجنتكم صادرة فبس التأكيد على أنه هي فعلا صادرة من لجنتكم وهي فعلا قرارات صحيحة أو مزورة يجينا الجواب برشهر بأنه هاي مزورة من السبعمائة اسم جوز في الثلاثين أربعين اسم صحيحة والبقية مزورة بالأنبار بالأنبار نعم ذننا أيضا إحنا وقفنا اشتبين ذننا شون شانا يمشين سابقا كانت المعاملة متمر بمؤسسة الشهداء اللجنة الفرعية في الأنبار هي تستلم المعاملة ترويجي تتم عن طريقها اللجنة الفرعية صادق على الملف ومباشرة ترسل الملف إلى هيئة التقاعد الوطنية بدون المرور بمؤسسة الشهداء مترسل مثل من فرع الأنبار إلى فرع الأنبار بالتقاعد لو مباشرة تجي الهيئة العامة التقاعد لا لا هي ما تجي للهيئة العامة ملف ما يجي للهيئة العامة مباشرة من اللجنة الفرعية في الأنبار اللي صادق على الملف إلى تقاعد الأنبار في الأنبار مباشرة يصدرون الهويات التقاعدية هم الولد بناية في صف بناية وها تدري بعد الملف اللي تم اكتشافه وتم اعتقال مدير تقاعد الأنبار فالظاهر أكو شبكة كانت موجودة الآن تم تفكيكها وتم الاعترافات كبيرة جدا سمعنا قليلين من كان يدير هذه الشبكات الإرهابية بس ما أعرف تفصيلا تدري ليس شغلي هذا شغل الجهات الأمنية اللي عندك بدوارك بفروعك بالأنبار بالأنبار فيما يتعلق بمؤسسة الشهداء نحن الآن فتحنا تحقيق فتحنا تحقيق أنه أي واحد أي موظف عندنا في مؤسسة الشهداء متورط في ملفات مزورة سابقة هذا راح نجري التحقيق معه بس شو وجدنا؟ وجدنا فتحة والتحقيق وجدنا أكثر من 200 اسم كانوا منسبين من دوائر محافظة الأنبار إلى مؤسسة الشهداء ذولهم اللي كانوا يقومون بعملية التعقيق والتزوير مع الأسف يعني نحن ما نقول موظفين الموجودين اللي نحن عندنا ما يقارب 30 موظف الأنبار ما نقول ذوله كلهم يعني ما متورطين لا اللي يتورط منهم هذا نحاس به نحن مؤسسة الشهداء نحاس به موظفيننا بس الموظفين اللي إجوا منسبين اللي عقد وأجر يومي وخرج ابتدائية وخرج متوسطة جايبين للمحافظة في أوقات سابقة منسبين للجان الفرعية ومنسبينها إلى مؤسسة الشهداء ذول اللي كانوا يقومون بعملية التزوير مع الأسف والتعقيب وابتزاز عوائل الشهداء والمصابين ذوله الآن نفتح التحقيق من أجل يعني من أجل أن نضع النقاط على الحروف في هذا الملف إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة